إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله يعني بيستصعب الإنسان كيف بدنا تتم هيدا الولادي مشان هيك سألوا نوقد إيموس قالوا كيف يمكن أن يولد إنسان وهو شيخ ألعلي أدخل بطن أمي ثانية وأولد هاي الولادة الأولى قالوا إن قلنا لكم الأرضيات لستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلتوا لكم السماويات فالولادة الثانية هي عمل سماوي إلهي لا دخل للإنسان فيه على الإطلاق بس أنا بقبلها من يد الله عندما أؤمن بيسوع المسيح الولادة الأولى جلبت لي الموت الولادة الأولى جلبت لي السقوط في آدم الولادة الأولى جلبت لي الحكم الأبدي والدينوني لكن الولادة الثانية أعطتني امتياز لا مثيلة له تحت الشمس هو إنه الله أسبغ على الإنسان بطبيعته كما أن المسيح ولد من العذراء المباركة مريم بالروح القدس هكذا نحن نولد بالروح لأن المولود من الجسد آل المسيح جسد هو والمولود من الروح هو روح قال له لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق فالولادة الثانية أنا بصير شريك الطبيعة الإلهية نحن صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم نمبر ون نمبر تو بصير شريك الدعوة السماوية من ثم أيها الإخوة القدسون شركاء الدعوة السماوية نمبر تري بصير إن كنا أولاد يعني ولدنا ثانية فنحن ورثة ورثة الله ورثه مع مين مع المسيح هاللويا لك المجد يا رب ما هيدا هو غنى المسيح الذي لا يستقصى للإنسان هيدا هي الولادة الثانية هي ليس من جسد أما كل الذين قبلوه أعطاهم شو سلطان شو يعني سلطان يعني حق شرعي نعم أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمي الذين ولدوا أولا ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم بل من الله مباشرة نعم الولادة الأولى أخذ من طراب الأرض ونفخ فصار آدم نفسا حية نعم لكن الولادة الثانية من الروح القدس هاللويا من الأقنوم الثالث للثالوس الأقدس وعندما نقول أخنوم يعني ما إله مرادف نعم يعني الله مش تليتي لا الله واحد أحد تبارك اسمه لأب والابن والروح القدس إله واحد أمين فمن هذا المنطلق الولادة الثانية جتني من فوق بالروح القدس أهم بكتير من الولادة الأولى وهذا يمكن بيوضح شوي أكتر المفهوم لأنه أحيانا منقول مولود ثانية مولود من الروح أو ولادي من فوق لكن كل هذه الكلمات بتعني شيء واحد عمل إلهي واحد في حياة الإنسان اشتركوا في القناة